موسيقى يعطيكم العافية احداش علمي اليوم انا وياكم اننا نتحدث عن الجهاز التاني من الاجهزة اللي ادرجها في الفترة التانية من كتاب احداش علمي وجهازنا اليوم نسميه جهاز الغضد الصماء طبعا هذا الجهاز هو والجهاز العصبي التانين بيتقاذروا لحتى جسمنا دائما يضل بحالة اتزان والضل امور الجسم ماشي صح فاذا هن التانين بتحكموا بانشطة الجسم وبيحاولوا دائما انه نضل دائما بحالة اتزان اذا جهازنا اليوم هو جهاز الغضد الصماء موسيقى وبالتأليم من الضروري انه في نهاية هذا الدرس يكون واضح لالكم ايش يعني غضد صماء ليش اسمها غضد صماء وايش يعني هرمونات كمان رح نتعرف على اهم الغضد اللي موجودة في الجسم وايش الهرمونات اللي من هاي الغضد رح نتعرف انا وياكم تحديدا على الجلوكوز السكر في الدم وكيف بتم تنظيمه بواسطة الهرمونات وفي نهاية هذا الدرس انا وياكم من ان نتحدث عن آلية مهمة جدا نسميها آلية التغذية الراجعة المثبتة خلينا انا وياكم يا احداش علمي بداية نتفرج على بعض الغضد اللي موجودة بداخل جسمنا طرحها عنا في الكتاب خلينا ننتبه انه في عنا منطقة تحت المهاد حنلاحظ انه في عنا غضة مهمة جدا في منطقة هاي اللي هي غضة النخامية ايضا في عنا غضة تانية اللي هي الغضة الصناوبرية بمنطقة الرقبة فوق القصبات رح نلاحظ انه في عنا غضة منسميها الدرقية وفي اربع حواليها اسمها جارات الدرقية كمان في عنا في المنطقة الصدرية غضة مهمة جدا اللي هي الغضة الزعترية وايضا فوق الكليتين في عنا غضة منسميها الغضة الكذرية هاي رح نلقيها فوق الكلم تمام أيضا في عنا غدة مزدوجة رح نسميها البنكرياس وهي تعرفنا عليها سابقا في جهاز الهضمي اليوم رح نتعرف عليها كجزء من جهازنا اللي هو جهاز الغدد الصمى أيضا المبايض عندي الأنثى مهمة جدا تعتبر كغدد لأنها تفرز الهيرمونات الجنسية الأنثوية والخصيتين عندي الذكر أيضا هاي مهمة لأنها بتفرز الهيرمونات الجنسية الذكرية وبالتالي هاي أبرز الغدد الصمى الموجودة في داخل الجسم إذن إحنا تعرفنا عليها فإيش يعني غدد صمى وإيش يعني هرمون الغدد الصمى هي عبارة عن خلايا موجودة في داخل في مواقع في الجسم سميت صمى لأنها لا قنوية لأنه مائلها قنوات تمام وهي بتصب إفرازاتها مباشرة في الدم لذلك سميت بغدة صمى إذن غدة صمى هاي الغدة رح تفرز إفرازات رح تصب مباشرة في الدم ومائلها قنوات وإفرازاتها أو رسلها رح نطلق عليهم اسم الهرمونات فإيش يعني هرمون الهرمون هو عبارة عن الرسول أو المثير أو المنشط اللي رح يفرز من هاي الغدد الصمى لوين رح تفرز الدم وين رح ينقلها الدم رح يمسك هاي الهرمونات وينقلها لخلايا تانية بنسميها الخلية الهدف ولما بيوصل الهرمون للخلية الهدف رح يحدث استجابة اللي هي الاستجابة الفيسيولوجية اللي مطلوبة واللي بتكون نتيجة لحدث معين صار في الجسم ومهم جدا إنها تحدث هاي الاستجابة هيك بنكون أنا وياكم عرفنا إيش يعني الغدد الصمى طيب وعرفنا إنه المواد اللي تفرز منها اسمها الهرمونات أكيد إنه هاي الهرمونات في لها أنواع فما هي أنواع الهرمونات؟ في عنا نوعين من الهرمونات في عنا هرمونات استيرويدية وفي عنا هرمونات غير استيرويدية وأكيد في فرق فيما بينهم خلاني نحكي يا إحداش علمي إنه الهرمون استيرويدي بتختلف طبيعته الكيميائية عن الهرمون الغير استيرويدي فالهرمون الاستيرويدي طبيعته الكيميائية دهنية أما الغير استيرويدي فطبيعته الكيميائية ببتدية أكيد كونهم كل واحد فيه إله طبيعة فأكيد كل واحد فيهم لما بتم صبه في الدم رح يتم نقله بطريقة مختلفة عن الآخر فالهرمونات الاستيرويدية لحتى تنتقل للخلية الهدف بتوفر إلها في الدم بروتينات ناقلة إذن الهرمونات الاستيرويدية فيه بروتينات ناقلة بتنقلها من الغداد من محل ما انفرزت للخلية الهدف بروتينات ناقلة هاي الهرمونات الاستيرويدية أما الهرمونات غير الاستيرويدية فهاي طبيعتها ببتدية فهي فعليا ذائبة في بلازمة الدم فلما بتنفرز من الغدة الدم بيحملها بلازمة الدم بتدوب في بلازمة دم وبتروح على الخلية الهدف هذا الفرق من حيث الطبيعة الكيميائية وطريقة النقل ما بين الهيرمون الاستيرويدي والهيرمون غير الاستيرويدي أيضا من الضروري أن نحكي يا حداش علمي أنه كون في واحد استيرويدي وحدا غير استيرويدي فأكيد آلية العمل في كل واحد فيهم تختلف خلينا نفترض أنا وياكم يا حداش علمي أني أنا بدي أتحدث عن الهيرمونات الاستيرويدية هون حطينا سؤال قارن بين آلية عمل الهيرمونات الاستيرويدية وغير الاستيرويدية يعني الدهنية والبيبتيدية فمنيجي نحكي الهيرمون الاستيرويدي اللي اتفقنا هو أصله دهني خلينا نفترض أنه تم إفرازه من الغدة تمام الآن نقل تم نقله عبر الدم طبعا من خلال نواقع البروتيني زي ما اتفقنا أنا وياكم وبدنا نوصل الآن لوين؟ بدنا نوصل للخلية الهدف الهيرمون الاستيرويدي أصله دهني لما وصل للخلية نحن تعرفنا بالصف العاشر أنه خليتنا محاطة بغشاء نطلق عليه اسم الغشاء البلازمي وهذا الغشاء هو عبارة عن طبقتين من اللايبيدات المفسفرة يعني دهون وفي عنا قاعدة دائما منحكي فيها أنه الشبيه يذيب الشبيه فهذا الهيرمون لما تم إفرازه من الغدة هو دهني فلما بيجي بده يدخل لهاي الخلية اللي هي الخلية الهدف الغشاء اللي يحيطها هو دهني فهو هيرمون دهني فأكيد راح يستطيع المرور والنفاذ من هذا الغشاء إلى داخل الخلية فرح يدخل للخلية وتحديدا رح يوصل للنواق فلما أجل الهيرمون الاستيرويدي ضله مارر ونفذ عبر الغشاء لأنه هو دهني والغشاء دهني فبيدخل لداخل النواق وبيوصل للجينات أكيد هلأ بما أنه وصل للجينات رح يرتبط هذا الهيرمون بالمستقبلات اللي على الجينات فرح تحدث الاستجابة الاستجابة بتكون إما أنه إحنا بدنا ننشط أو بدنا نثبت هيك بدها تكون الاستجابة وبناء على التنشيط والتثبيت لهاي الجينات رح يتم بناء بروتينات والأنزيمات اللازمة للخلية وهيك بتكون حصلت الاستجابة المطلوبة هاي بالنسبة لآلية عمل الهيرمونات الاستيرويدية طيب خلينا أنا وياكم نحكي عن آلية عمل الهيرمونات غير الاستيرويدية ونفترض أنه هاي هي الغدة إذن هلأ بنا نحكي عن غير الاستيرويدي حكينا غير الاستيرويدية ببتدية ففعليا ما بدها بروتينات لتنقلها عبر الدم رح تذوب في بلازمة الدم إذن رح تمر رح تذوب في بلازمة الدم هون حكينا كان بدها بروتينات ناقلة في الاستيرويدية اما في الغير الاستيرويدية فرح تدوب في البلازمة الدم ورح يتم نقلها الى الخلية الهدف رح نوصل للخلية الهدف هلأ بنكرر كلامنا ان الخلية الهدف حولها غشاء بلازمي وهو عبارة عن طبقتين من اللايبيدات المفاسفرة يعني دهني والهرمون اللي جاييني بيبتدي فكونه الهرمون بروتيني ما رح يستطيع انه يدوب فيه الغشاء البلازمي فبيجي هذا الهرمون رح يلاك المستقبل الليله على الغشاء نفسه اذا هون المستقبل ارتباط الهرمون رح يكون بمستقبل على الغشاء مجرد ما الهرمون ارتبط بمستقبله على الغشاء رح يتم تحفيز انزيمات اما في المستقبل او في الغشاء نفسه اذا رح نحفز انزيمات اما في المستقبل او في الغشاء اذا هون من بره بره احنا منتحرك مجرد ما انه تم تحفيز هادا الانزيمات اللي موجودة بالغشاء او بالمستقبل رح يتحرك عنا رسول ثاني موجود في داخل سايتوسول الخلية هذا الرسول الثاني طرحنا إياه على اعتبار أنه الرسول الأول هو الهرمون الرسول الثاني هون طرحنا إياه اللي هو الAMP وكل ياتنا متذكرينه هذا شكل من أشكال الطاقة تم التعرف عليه في الفترة الأولى من كتاب 11 العلمي ناتج من تفكك شكل ATB إذا متذكرين المعادلة كنا نحكي إنه هذا شكل ATB أدينوسين ثلاثي الفوسفات لما بتفكك بيعطي اللي هو الAMP زائد الفوسفات زائد الطاقة فهو شكل من أشكال الطاقة هون طرحنا إياه كمثال للرسول الثاني إذن أجا الهرمون اللي ببتدي وما استطاع أن ينفذ عبر الغشاء لأنه طبيعتهم الكيميائية مختلفة فمجرد ما إنه اتحفزت الأنزيمات بالمستقبل أو بالغشاء رح نحفز الرسول الثاني في السايتوسول هون اللي هون طرحنا إياه مثال عليه الAMP مجرد ما تحفز الرسول الثاني رح خليتنا تفرز أنزيمات والبروتينات المطلوبة وبهاي الآلية بتكون حصلات الاستجابة المطلوبة إذن يا أحداش علمي في فرق ما بين الهرمونات الاستيرويدية وغير الاستيرويدية الاستيرويدية دهنية صح ما دابت في الدم مرت ببروتينات ناقلة لكن ضلت دايبة في الغشاء اللي بلازمي للخلية الهدف وضلت فايتة للنواة وأحدثت التغيير البدية أما الهرمونات غير الاستيرويدية فتدوب في بلازم الدم وبتضل ماشي للخلية الهدف بتوقف عند الغشاء لأن هنهن التنتين مو نفس الطبيعة الكيميائية فبتعمل التحفيز اللي بدنا وبتنشط رسول تاني في داخل الخلية وبتأدي لإحداث الاستجابة المطلوبة بهاي الطريقة أنا وياكم شرحنا إيش يعني غدة وفرقنا ما بين الهرمونات الاستيرويدية وغير الاستيرويدية هلا من الضروري أننا نتعرف على هاي الغدد المهمة في داخل جسمنا أول غدة من نتعرف عليها يحداش علمي اسمها الغدد النخامية وهاي الغدة بتكون غدة مثل حبت الحمص موجودة في دماغنا تحت منطقة الميهاد وهاي الغدة كتير مهمة بالرغم من أنها صغيرة بحيث أنه حتى بيسميها سيدة الغدد سيدة الغدد مش بس لأنها بتفرز هرمونات كمان لأنها بتتحكم بالغدد التانية اللي موجودة في داخل الجسم هلا بيسألنا وبيحكي لنا عدد أهم هرمونات هاي الغدة لو تفرجنا على شكل الغدة طبعا هي فلقتين فلقة أمامية وفلقة خلفية هاي الغدة النخامية وإلها العديد من الغدد بتفرزها وإلها أهمية كتير في داخل جسمنا فمن هرمونات هاي الغدة النخامية أول هرمون ننتعرف عليه في الغدة النخامية اسمه هرمون النمو إذا انتبهتوا في بداية العرض أنا وياكم عرضت لكم صورة هلا رح نرجع لها بعد ما نعرف ما هي وظيفة هذا الهرمون هرمون النمو له علاقة بأنه بحفز انقسام الخلايا وبتحكم بعمليات الآيد في الجسم ليه عمليات البناء والهدم في الجسم فبننركز هون يحداش علمي على أول رسمة أنا عرضتها في هذا الجهاز منلاحظ أنه في هاي الرسمة في عنا شخص عملاق عملقة وفي عنا شخص قذمة هدول التينين هن فعليا وقعين تحت تأثير الهرمون اللي أنا هلا عم بتحدث عنه لهو هرمون النمو ليفرز من الغدة النخامية إذا هذا الهرمون زاد قبل البلوغ فرح هذا الكلام يأدي للعملقة اللي نحن شايفينها وإذا قل حقيقة قبل البلوغ فرح يأدي لحالة القذمة اللي نحن شايفينها إذن هرمون النمو اللي تعرفنا عليه أول هرمون من الغدة النخامية هو هرمون يتحكم بانقسام الخلايا بعمليات الآيد وزيادته أو نقصه بتأدي لخلال يفرز من النخامية الهرمون الثاني اللي بنا نتعرف عليه اللي هو المحفز للغدة الدرقية الغدة الدرقية هلأ رح نتطرق لها كمان شوي هذا بينظم إفرازات الغدة الدرقية أيضا فيه عندنا هرمون اسمه البرولاكتين هذا البرولاكتين يفرز بعد ما الأم بتولد ومهم لتنشيط إنتاج الحليب وهون بدنا نركز إنتاج الحليب لأنه فيه هرمون تاني اللي علاقة بإدرار وزيادة كمية الحليب فالبرولاكتين هو مهم لإنتاج الحليب أيضا الهرمون المنشط للحويسلة هذا بساعد في إنتاج الجامتات الذكرية والأنثوية اللي تعرفنا عليهم بالصف العاشر فيه عندنا الهرمون المنشط للجسم الأصفر هذا بنشط انفجار الحويسلات اللي هي موجودة في المبايد عند الأنثى وبالتالي إنتاج البويضات وهذا أيضا طرقنا له بالصف العاشر فيه عندنا هرمون أيضا يفرز أن الغد النخامية اسمه المانع لإدرار البول وهذا يفرز استجابة لا انخفاض الضغط فهذا بيمنع إدرار البول يعني بيعمل على أنه يتم إعادة امتصاص المي بالوحدة الأمبوبية الكلوية بهدف أني أزيد حجم السوائل بالجسم وأرجع مرة تانية أرفع الضغط فيه عندنا الهرمون الأكسيتوسين اللي هو الهرمون المهم جدا للإناث هذا الهرمون بيساعد على الولادة وبيساعد على أنه الرحم يرجع لوضعه الطبيعي بعد الولادة ومهم بيساعد في إدرار الحليب للأم المرضعة فبننميز ما بين إنتاج إنتاج الحليب لبرولكتين إدرار الحليب الأكسيتوسين كل هدول الهرمونات يفرزوا من الغد النخامية اللي هي سيدة الغدد هلا الغد التاني اللي بنتعرف عليها اللي بتهمنا كتير أيضا بحياتنا اللي هي غدة البنكرياس وهي الغد على فكرة مزدوجة مزدوجة يعني قنوية ولا قنوية قنوية إلها علاقة بالعصارات وبالمعدة وإلها علاقة بالهضم تعرفنا عليها بالجهاز الهضمي لكن اليوم في درسنا بنتعرف عليها كغدة لا قنوية هاي الغدة فعليا بتنظم تركيز السكر في الدم فهون إحنا بنسألكم سؤال غدة البنكرياس كيف تنظم مستوى السكر في الدم جاوبنا يا في رزمتنا بشكل مخطط مهم جدا اول حاجة نحكيها يا حداش علمي انه مستوى السكر في دمنا لازم يكون 90 ميلي جرام ل100 ميلي جرام هذا في حالة اتزان السكر بس خلينا انا وياكم نفترض انه نحنا اخدنا وجبة فيها كتير سكر يعني نحنا ما يخدين كتير كمية عالية من السكر اكيد رح يرتفع هذا السكر في الدم فمباشرة خلايا البنكرياس اللي من النوع بيتا اه يعني في انواع في خلايا البنكرياس صح في عنا في البنكرياس خلايا الفا وفي عنا خلايا بيتا استجابة لارتفاع السكر في الدم خلايا بيتا رح تفرز هيرمون مهم جدا اللي هو هيرمون الانسولين هاي خلايا بيتا موجودة زي ما حكيت لكم في البنكرياس طب ايش بتعمل هذا الانسولين في السكر الانسولين بيحاول الآن بده يخفض السكر اللي زاد في الدم فبتم عنا خطوتين الخطوة الاولى انه رح يزيد استهلاك الخلايا للسكر يعني بدي احاول اتخلص من السكر اللي موجود في الدم فرح يزيد عنا استهلاك الغلوكوز أو اللي هو السكر اللي موجود فيه الدم من خلال الخلايا النقطة الثانية حنصير نجمع هدول الغلوكوزات اللي موجودين بالدم مع بعضهم البعض بشكل مبلمر أكبر يعني بدي أمسك الغلوكوز وأربطه مع كمان الغلوكوز ومع كمان الغلوكوز وأعمل منهم مركب كبير اسمه لقلايكوجين وأخبيه في الكبد تمام؟ هذا في حالة إنه زاد عندي السكر في الدم اللي بينفذ هذه النقطة اللي هو الأنسلين فأنا الغلوكوز الزايد كله جمعته وخبيته في الكبد وخليت الخلايا تبعي إنهم يستهلكوا كمية أكبر من السكر بهاي طريقة بكون أنا خفضت الغلوكوز في الدم ورجعت لحالة الاتزان طيب خلينا نفترض إنه إحنا مش ماخدين كمية سكر وهبط عنا السكر في الدم عن مستوى الاتزان برضو في عنا خلايا تانية موجودة في البنكرياس اسم هاي الخلايا خلايا ألفا رح تفرز هيرمون تاني هذا الهيرمون التاني اسمه لغلوكاجون من خلايا ألفا في البنكرياس إيش بيعمل هذا لغلوكاجون؟ بديو حلل المشكلة يعني بديو حاول يرفع السكر كونه صار فيه عندي إنخفاض في السكر فرح يروح على المخزون اللي أنا خبيته في الكبد لغلايكوجين ويطلعه ويكسر الروابط اللي فيه فبنرجع نرفع لغلوكوز مرة تانية في الدم وبنوصل لحالة الاتزان هذا المخطط كتير مهم بوضحينا كيف بتم تنظيم لغلوكوز اللي موجود في الدم من خلال هيرمونين من غدة مهمة جدا اللي هي غدة البنكرياس الغدة اللي بعدها اللي ما نتعرف عليها يحداش علمي اسمها الغدة الدرقية وعا فكرة هي مش لحالها الغدة الدرقية فيه أربع جارات حواليها فخلانا نتفرج انا وياكم على الصورة الغدة الدرقية هي تقريبا عند منطقة الحنجرة فوق القصبة هاي موقع الغدة الدرقية وفيه أربع حواليها من ثميهم جارات الدرقية تمام هاي الغدة الدرقية فعليا بتفرز هيرمون اسمه الثيرونين وهيرمون اسمه الثايروكسين وأيضا هيرمون اسمه الكالسيتونين الثيرونين والثايروكسين والكالسيتونين يفرزوا من الدرقية تمام وفيه عنا هيرمون اسمه البراثيرمون هذا يفرز من جارات الدرقية الثيرونين والثيروكسين اللي يفرزوا من الدرقية واللي تعرفنا على موقعها هدولا بنظموا عمليات الآيد وإلهم علاقة بالطاقة اللي موجودة بالجسم وحتى نبيرمزوا لهم T3 وبT4 هدولا من الدرقية أما بالنسبة للكالسيتونين والبراثورمون فهدولا يفرزوا استجابة لتنظيم الكالسيوم في الدم فأنا هدولا بنظم الكالسيوم كيف قبل شوي نظمنا لغلوكوز هدولا بنظم الكالسيوم في حال ارتفع الكالسيوم مفروض أنه في عندنا الكالسيتونين وفي حال انخفض الكالسيوم مفروض في عندنا البراثورمون إشي يفرز من الدرقية وإشي يفرز من جارات الدرقية هدولا رح يكونوا مهمتنا لدرس اليوم الغدة اللي بعدها اللي هي الغدة الكذرية غدة الكذرية كموقع هاي موجودة فوق الكلم هون بنسألكم سؤال خلنا ننتبه طبعا عليها اللي هي الغدة الكذرية على فكرة غدتنا الكذرية منطقتين منطقة القشرة ومنطقة النخا وتفرز منها هرمونات عديدة موجودة فوق منطقتين الكلافة في عنا غدة كذرية يسرى وفي عنا غدة كذرية يمنى أهم الهرمونات من هاي الغدة هرمون اسمه الكورتيزول هذا الكورتيزول بنظم عمليات الآيد اللي هي عمليات الهدم والبناء وأيضا نمو العظام وكمان مهم في تثبيت الخلايا المناعية هذا بالنسبة للكورتيزول في هرمون تاني اسمه الألدوستيرون هذا بنظم الإسموزية في الجسم اللي هي حركة الماء وحركة الأملاح اللي موجودة بخلايا جسم اللي تعرفنا عليها بالفترة الأولى من 11 علمي وأيضا بيعمل على إعادة امتصاص أينات الصوديوم في الجسم أو في الكيلية يعني بدل ما إنها تطلع مع البول بتكون مثلا نقصت في الجسم فبنعملها إعادة امتصاص للجسم لحتى نرجع نرفع هذا الصوديوم مجددا أما الهرمون الأخير ما نتعرف عليه اللي هو هرمون الأدرينالين اللي اسمه الثاني هرمون الكر والفر واللي يفرز في حالات الخوف والتوتر والرعب هدول الثالث هرمونات يفرز من الغدة الكذرية اللي فوق الكيلية طيب آخر بند بنا نتطرق له بعد ما تعرفنا على عدد من هالغدد اللي موجودة في جسمنا زي النخامية والدرقية والغدة الكذرية في عنا بند مهم طرحه في فترتنا اللي هي آلية التغذية الراجعة المثبتة بالضرورة أن نفهم إيش يعني آلية التغذية الراجعة المثبتة فهون طرحينا مثال حاكينا أنه منطقة تحت المهاد في الدماغ خلينا نفترض أنها أعطت أمر من خلال هرمون اللي هو التي آر أتش اللي هو هذا بيحفز الدرقية طبعا هذا التي آر أتش بيحفز هرمون تاني اسمه تي أس أتش وهدول التينين طبعا يفرزوا من مناطق مختلفة يعني هذا من تحت المهاد والتي أس أتش من الفلقة الأمامية في النخامية هدول التينين مهمتهم أنهم بدهم يحفزوا للدرقية تشتغل وتفرز هرموناتها تمام فالتي آر أتش بيعطي أمر أنه يتم إفراز التي آس أتش من النخامية فالنخامية وقت تفرزه مباشرة تتمشط الدرقية فبتقوم الدرقية عندنا اللي اتفقنا موجودة في منطقة الحنجرة هون فوق القصبة بتفرز هرموناتها اللي هي التي ثري وتي فور اللي هي الثايروكسين والثيرونين واللي حكينا إليهم علاقة بعمليات الأي خلاني نفترض أنه وياكا 11 علمي أنه زادت كمية التي ثري وتي فور بكمية كبيرة يعني صار الجسم ما بدو إياهم بهاي الكمية رح تحدث الآلية اللي أنا عم بسأل عنها اللي هي آلية التغذية الراجعة المثبتة اللي رح يصير أنه زيادة هاي الكمية من هاي الهرمونات وسماننا إياها في كتابنا المادة الثانوية رح يتأدي لتثبيت المراحل الأولى من العملية مش أني برجع خطوة خطوة لا زيادة الكمية من المادة الثانوية رح تثبت لنا المادة الأولية يعني أنا بدل ما أرجع خطوة خطوة برجع من الأول بثبت التي أر أتش مجرد ما ثبتنا التي أر أتش تلقائيا التي أس أتش ما رح ينفرض ومعنى الكلام إنه ما رح يعود فيه تنشيط للدرقية فما رح يفرز لا تي ثري ولا تي فور وبيرجع مستواهم يبينخفض فلو أنا إجي تسألتكم إيش هو تعريف آلية التغذية الراجعة المثبتة منحكي هي إنه المادة الثانوية واللي هون بحالتنا اللي هي تي ثري و تي فور رح تمنع عمل اللي هي المادة الأولية أو خلينا نحكي استخدام الناتج النهائي في تثبيت المراحل الأولى وهذا الحكي مهم لأنه إحنا من البداية حكينا جهاز الغدد الصماء هذا الجهاز أهمية أنه دايما يحافظ على اتزان الجسم بالضرورة هون نحكي هو ليش اسمه جهاز بالرغم أنه غدد وأنه خلايا الهدف بعاد عن بعض وطول عمرنا منفهم الجهاز عبارة عن أعضاء ماسكب بعض هو حقيقة صح غدد والخلايا الهدف بعيدة بس كونها هاي الغدد بتفرز الهيرمونات فإذا فيه اتصال ما بين هاي الغدد وما بين الخلايا الهدف ومعنى أنه صار فيه اتصال لذلك أطلقنا عليه اسم جهاز تمام هيك بنكون أنا وياكم عرفنا إيش يعني آلية التغذية الراجعة المثبتة بيتبقى بين وبينكم يحداش علمي إنه نحكي إيش مهمتنا لليوم مهمتنا إنه نعمل بحث نصمم فيه مخطط ونوضح من خلال هذا المخطط آلية عمل الغد الدرقية وجارات الدرقية في إنهم ينظموا نسبة الكالسيوم في الدم هاي النقطة نحنا اترقنا لها في درسنا اليوم مطلوب منكم إنكم تصمم مخطط قريب من المخطط الخاص بالغلوكوز والغدة البنكرياس توضحوا من خلاله كيف بيشتغل عنا اللي هو الغد الدرقية وجارات الدرقية وتبعتوا لأساتيزتكم من خلال تطبيق التيمز لحتى إنه يتم تقييمه سواء إنه من خلال تسليم بالوقت المحدد أو وفرته وقت والجهد من خلال هذا التصميم في فهم الغد الدرقية وجاراتها وإنه بتعرض محتوى صحيح أو لا هيك بنكون أنا وياكم شرحنا جهاز الغدد الصماء ووضحنا أهم الغدد اللي موجودة في داخل جسمنا وهرموناتها إن شاء الله بنشوفكم في الدرس الجاي ويعطيكم العافية موسيقى